فين؟ فين الإهانة طيب؟ أنا ما شفتوش أنا مش عارف فين الإهانة يعني مش عارف إحنا أهنّا مين فين؟ أهنّاهم بإيه؟ يعني إيه اللي موجودة؟ أصلا هي قرية مش موجودة هي القرية مش موجودة وكاتبين في الأول إن ده من تأليف المؤلف فلو في حاجة دايقت حتى هي أكيد مش معتقم يعني إحنا مش حايزين نعمالها عن قصد ولكن أنا نفسي أعرف فين يعني عملنا إيه غلط يعني إيه اللي طالع شكله وحش إيه اللي طالع شكله قصد دي برضو قصة إحنا بنعمل يعني مسلسل مش حقيقة لا لا خالص الحمدلله لا يعني طبعا كنا عايزين يعني كان من الأول اللي حيفتح جماعة إحنا عايزين نجر الرجله أيا كان مين البطل كنا عايزين كنا مركزين جدا إنه لو حد حيفتح لو حد حيتفرج علينا يتفرج وينبسط بس طبعا رد الفعل اللي حصل بعد أول حلقتين ما حدش طبعا كان مخطط له خالص فدي خطتنا بس في نفس الوقت بسطتنا يعني ها طبعا يعني في مسئولية طبعا لأنه يعني في عمل الحمدلله هو لسه مخلص هو لسه فقط الأربع حلقات فإن شاء الله يعجب الناس برضو بقية الحلقات ولازم يعني الناس بقى اتحطا لنا السقف توقعات لنا كلنا إن شاء الله منكسرهاش يعني إن شاء الله مننزلش عنها بإذن الله أنا كنت خايف أعمل كوميدي في الأول علشان أنا عارف إن الكوميدي أصعب حاجة على ما يعني الناس فاكرة إنه هو الكوميدي سهل لكن هو بجد هو مستهل خالص هو صعب خصوصا في تطور السيناريو في إن إحنا بندحك إزاي إحنا ما كانش هدفنا إن إحنا ندحك إحنا كان هدفنا إن إحنا لما نحط الشخص بالقدرات المعينة دي في مشكلة أكبر منه هي لوحدها حيبق دمها خفيف مش لازم نقعد نقول حاجات تدحك فهي كنا عايزين نرجع شوية للكوميدي القديم اللي هي كوميدي الموقف اللي هو بنحكي قصة إنسانية عادية جدا بس في نفس الوقت فيها شوية خف الدم ومش خف الدم مقصودة إن هي لازم تدحك بس إنت لو ابتسمت في الحلقة خلاص أنا كده عملت اللي أنا عايزه